مشاهدي القناة كنتمنى تكونوا بخير وعلا أحسن أحد قبل ما نبدأ فيديو دير هاد اليوم كنت طلب مني كي يشاهدونا الأول مرة يتشجلوا معنا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديرنا ولي مشتركين معنا في القناة ما ينسوش يدعمونا بلايك وبرتاج وشكرا لكم جميعا مشاهدي القناة رجاء أن تابعوا الفيديو حتى للآخر حتى لا يساء الفهم دير هاد الشي اللي غنقول لكم هاد اليوم لأن في الغالب أحيانا كنشوف بعض التعاليق بكاتبيين بأن صاحب التعاليق ما شفش الفيديو حتى للآخر بش يفهم للمغزاء دير الموضوع مشاهدي القناة لا يغفع عليكم اليوم أن قادية الصحراء هي تقريبا منتهية وهذا مسألة هي لكثير سعار دير الكامرانات دير الجارة الشرقية هذا اللي خلاهم يقلبوا على الخطة بي أو الخطة بي يعني البديل شنه هو البديل للمسألة دي الصحراء اللي أصبحت تقريبا منتهية الخطة البديلة هي منطقة الريف وشنه الدخل الجالية الريفية والخارج بهذا المسألة هذا هو اللي غننطح لكم في هذا الموضوع مشاهدي القناة أنا شخصيا كنت شاهد كنت شاهد على واحد مسألة اللي خطيرة جدا أنه واحد من البيدق من البيادق دي الكامرانات مش يعني نقول مواطن جزائري إنها مواطن جزائري شيء والأبيادق البيادق دي الكامرانات شيء آخر ما قصناش نخلطه إن هيد البيدق من أبيادق دي الكامرانات شفتوا بالأي المجردة قالت كيستقطب مواطن مغربي من أصول ريفية واللي كيظهر عليه من خلال الكلام دياله أنه المستوى الدراسي دياله ضعيف جدا اللي لم أقول أنه تقريبا شيء بأمي ويعني الحوار كيدور حوله منطقة الريف واش منطقة الريفة تأمين للمغرب واش الريفين حسن يكونوا بحدهم اللي يكونوا مع المغرب يعني بخلاصة هذا كي يبين بأن الكامرانات بدأوا كيستقطبوا المواطنين المغاربة من أصول ريفية اللي كيقيموا بأوروبا وهنا المسألة سهلة لهم لأنه كيين جالية جزائرية كبيرة في أوروبا وهناك نقصد بخصوص ماش الجالية الجزائرية الكبرانات عفوا أقصد أقصد البيات أخذي الكبرانات يعني إذا كنا نقصد على الدباب الإلكتروني في مواقع التواصل الشيماعية وفي الأنترنت فهنا هنتكلموا على البياتق ديال الكبرانات اللي كيجيو كينفدوا الخطة أو الخطة ديال المخابرة الجزائرية في زعزعة استقرار المغرب من جديد لأنه فشلوا في النزعة الإنفصالية بشيبتوا النزعة الإنفصالية في منطقة الصحراء المغربية واللي هي الآن هي في الطريق إلى الحل النهائي وهذا لما مسألة لما كترضيش الكبرانات لذلك إخواني الريفيين المقاتلين بأوروبا تخذوا الحضر حضر ثم الحضر تفرقوا ما بين ما هو جزائري مواطن جزائري وما هو بيدق ديال الكبرانات أنا ما عادش نقول لكم ما عادش ندير ذلك التفريق لا ما تهضرش مع الجزائري حيث لا معها هذا غلط هناك فرق هناك مواطنين جزائريين بحلنا بحلهم وهناك أيضاً بيادق ديال الكبرانات اللي كتسخرها من المخابرات لأجل أجندة معينة الهدف ديالها هي بيدة تفريقا ما بين المغاربة من أصول ريفية والمغاربة الآخرين موسيقى 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 موسيقى